شهدنا الكرام نرحب بضيفنا في الستوديو الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الأعلام في هيئة علماء المسلمين مرحبا بكم دكتور عبد الحميد نبدأ من آخر إحاطة للمبعوثة الأممية إلى العراق بلاس خارت التي أظهرت العديد من السلبيات في العراق وفي العملية السياسية بأمومها هل لديكم أي اعتراض على ما تفضلت فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم وليجميع المشاهدين الكرام حقيقة رغم الأرقام والتشخيص الذي ذكر في هذه الإحاطة الذي يبين مأساة الشعب العراقي خلال هذه المدة وحاليا الأسيمة لكن هناك قضيتين رئيسيتين في هذه الإحاطة الجانب الأول كأنه يراد تصوير أن هذا أو هذه الأرقام أو التصور الذي ذكر في هذه الإحاطة أنه هذا هو كل ما موجود بينما الواقع هو أكثر من ذلك بكثير فما ذكر في الإحاطة هو جزء من كل هذه قضية القضية الثانية كأنه يراد تصوير أن هذه الآثار أو هذه القضايا السلبية الموجودة هي آثار جانبية طبيعية لأمور خارجية وليس تشخيصا للواقع وهي أن هذه المآسي التي تحل بالشعب العراقي اليوم هي نتيجة طبيعية لمأساة العملية السياسية فجذور هذه المشاكل هي العملية السياسية لم نراها لم تذكر في هذه الإحاطة بل رأينا هناك مجاملة كبيرة لهذه العملية السياسية مجاملة للسياسيين وكأنه هذه النتاج أو هذه السلبيات هي ليست عملا مقصودا أو عملا ناتجا لسوء هؤلاء أمور جانبية طبيعية ليس لسوء إدارتهم ولا لسوء أسس هذه العملية السياسية أذن دكتور ما سبب هذه المجاملات السياسية برأيك؟ يعني هناك أمور كثيرة منها قضايا شخصية وربما المال السياسي له دور هنا في هذا الجانب والأمر الآخر وهو الأهم في هذا وهي قضية أن العملية السياسية منذ البداية إلى الآن هي خط أحمر بالنسبة لهؤلاء مجاملة لأمريكيا لأن أمريكيا هي راعية هذا المشروع مشروع العملية السياسية وعلى ذلك فلا الأمم المتحدة ولا غيرها كلها مسلوبة الإرادة أمام هذا الخط الأحمر الأمريكي بالرجوع دكتور عبد الحميد إلى ما تفضل به الدكتور مثنى الضاري والاتهامات الموجهة لهيئة علماء المسلمين طالما مدامة الهيئة ليست طرفا في هذه المعادلة السياسية لماذا كل هذه الحملة من التشوي والتشوش عليها؟ نعم يعني حقيقة قضية الجانب السياسي أو المنافسة السياسية هنا لها عدة جوانب يعني المشكلة هما في تشخيص دائرة هذه المنافسة السياسية فمن جانب الهيئة أعلنت ذلك بأكثر من مرة وبصراحة أنها لا تنافس على المناصب يعني في إطار هذه العملية السياسية نحن في الهيئة لا ننافسهم ليس زهدا ولا فقط ابتعادا عنها وإنما تورعا من ناحية مبدئية لأننا نرى أن هذه المناصب أو هذه العملية السياسية بجملتها هي مناصرة لمشروع كبير مشروع احتلال وعلى ذلك فلا نريد أنه نكون ضمن الآية القرآنية التي نهتنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لأن أي مشاركة أو أي دخول في أو أي مطمع بهذه المناصب السياسية التي تسمى عندهم هي ستكون مناصرة ووقوف بجانب المحتل ضد الشعب مناصرة ضد المشروع ضد هذا البلد لذا من هذه الناحية لا يوجد منافسة لكن من جالب آخر وهي قضية الرأي والرأي الحقي ورأي الباطل بالتأكيد هناك منافسة لأن الذين يعتمدون أو يبدون رأيا سياسيا في مناصرة الاحتلال بالتأكيد الهيئة وغيرها من القوى الوطنية تقدم رأيا سياسيا مخالفا لأنه رأي الهيئة ورأي القوى المنايضة للاحتلال هو في مناصرة الشعب مناصرة أهل الحقي وفي مدافعة الباطل ومدافعة الاحتلال ووجوب السلوك سبل الواجبة لمدافعة هذا الباطل فمن هنا يستشعرون هذا المخاطر لأن رأي الهيئة سبيد عوارة هذه الآراء السياسية الباطلة دكتور شركاء العملية السياسية لسيما سنة العملية السياسية يحملون الهيئة المسؤولية عما أهلت الهيئة أوضاع السنة في العراق في المقابل الهيئة أيضا تحملهم وشركاءهم المسؤولية بما أهل إليه الوضاع في العراق من الذي يتحمل المسؤولية؟ الأرقام اليوم بعد هذه 16 عاما الأرقام والوثائق هي التي تفصل بين الرأيين وما نرعيناه اليوم من نتائج سلبية وأثار كارثية على الشعب العراقي هي خير جواب على هذا الأمر نحن رأينا منذ البداية أن الهيئة قد بيّنت رأيها وموقفها وشخصت لهذه الحالة وقالت أن هذا المشروع مشروع الاحتلال والعملية السياسية كجزء من مشروع الاحتلال ستكون هذه هي آثاره لذلك تبنت مواقفها بناء على هذه الرؤية وبعد سنوات وإلى اليوم كل يوم يأتي يصدق هذه الرؤية ويؤيد هذا التشخيص في الجانب الآخر السياسيون الذين دخلوا في العملية السياسية رأيناهم قد وعدوا الشعب العراقي وعودا وآمالا وبينوا أنهم سيدخلون من باب دفع الضرر وتخفيف الضرر وجلب المصلحة ودفع المفسدة إلى غير ذلك لكنه ما نتج عن ذلك طيلة السنوات لا رأينا ضرر خفف ولا مفسدة دفعت ولا مصلحة جلبت بالرأينا أن الآثار الكارثية قد تزايدت بناء على هذه المشاركة ورأينا أن أهم عامل من عوامل هذه المشاركة وهنا المفصل ربما الرئيسي هو تثبيت مشروع الاحتلال وتثبيت القوانين التي جاء بها الاحتلال بما فيها المحاصصة والنسب التي فرضها الاحتلال في تقديرات طوائف الشعب العراقي وأصبحت كأن هذه التقديرات التي قررها الاحتلال أصبحت واقعا مفروضا بفعل هؤلاء المشاركين الذين جعلوها أمرا واقعا لكن دكتور عبد الحميد أليس غريبا أن يحمل شركاء العملية السياسية هيئة علماء المسلمين وبعض القوى الوطنية المناهضة للاحتلال أن يحملوا الهيئة وهذه القوى مسؤولية الإخفاق الذي حصل في العملية السياسية على أساس استنادوا؟ يعني دائما الفاشل يبحث عن شماعة ليلقي عليها هذه الأعباء ويرمي عن نفسه هذه التهم ولذا رأينا أنه هذه التهمة وتهم غيرها والعجيب هي تلقى طبعا علينا والعجيب أنه ليس جهة واحدة وأنه كأنه الجميع رغم اتفاقهم فيما بينهم على فشل العملية السياسية ورغم اتفاقهم فيما بينهم على رمي بعضهم البعض الآخر بالتهم وتهم الفساد ورغم اقرارهم بأنه أسس العملية السياسية هي التي كانت متسببة لكن نراهم بين الحين والآخر يلقون ويجددون مثل هذه التهم ويحملون غيرهم هذه المسؤولية وكأنهم يحاولون تبريئة ساحتهم من هذه التهم وتبريئة صفهم من هذه الأعباء التي هم كانوا سببا من أسباب مأساة العراقي ومأساة الشعب العراقي ولذلك رأينا أن الشعب العراقي اليوم هو الذي يقول هذه الكلمة وهو الذي يبين ذلك عبر كثير من الوسائل منها المقاطعة ومنها التصريحات في الشعر العراقي ومنها المظاهرات ونرى اليوم أنه كثير من أبناء الشعب العراقي قد تكسرت أمامه هذه القيود وهذه الأصنام وهذه الخطوط التي كان ربما منخدعا بعضهم يعني كان منخدعا بها في بعض الأوقات السابقة نعم دكتور إذا كان الحزب الإسلامي قد خلف إجماع علماء أهل السنة بدخوله في مجلس الحكم واعتبر هذا الدخول اعتبره اجتهاد بعد 16 عاما من دخوله في مجلس الحكم أليست 16 عاما كافية لأن تكون برهانا على خطأ هذا الاجتهاد يعني هكذا يجب وقد أوصانا ربنا أنه لا تأخذنا العزة بالإثم فالإنسان إذا اجتهد وأخطأ فعليه أن يراجع نفسه لكن هناك أولا جملة من الأمور كأنه عدوى ما يسمى في المصطلح السياسي اليوم البراغماتية المادية المصلحية كأنها انتقلت من الأحزاب العلمانية ومن الغربي إلى حتى بعض الأحزاب الإسلامية للأسف فأصبحت المصلحة المادية مقدمة على المبادئ وعلى الثوابت الشرعية هنا رأينا أنه بعض الذين دخلوا في هذه العملية السياسية كأنه تلوثوا بها وأصابهم من هذا المال المال الحرام والمناصب وهذه الأمور البراقة التي لم يستطع يبما البعض أن يتخلص منها ولذا نراهم يصرون على المضي في هذا الطريق رغم وضوحه ورغم أنه حتى اليوم أبناء الشعب العراقي حتى من غير أتباعهم حتى من البعيد عنهم بل حتى من أتباع هذه الأحزاب من قواعدهم كما يسمون رأيناهم أنه يشخصون هذا الأمر ويبينونه ويجبون على الآخرين المراجعة لكن ربما الولوغ بالمال الحرام والمضي في هذا الطريق كأنه لا يجدون لأنفسهم أو يتحرجون من مثل هذه المراجعة لأنها ستجردهم من جميع هذه المظاهر وهذه الأموال وهذه المناصب والأمور البراقة نعم الدكتور عبد الحميد دلعاني مسؤول قسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين شكرا جزيلا شكرا